بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بأبنائي وبنات الصف الثالث ثانوي المسار الشرعي أرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجملات ترحيب كما أرحب بزميلي من لغات الإشارة الأستاذ عادل أسويلم وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولاً الصف أو المرحلة الثالث ثانوي المسار الشرعي الفصل الدراسي الثالث المادة فقه اثنين وموضوع الدرس أطفال الأنابيب وإلى أهدافنا التي أسعى أنا وإياكم إلى تحقيقها من خلال درسي هذا اليوم أولاً أن يعرف الطالب أو الطالبة بأطفال الأنابيب ثانياً أن يستنبط الطالب أو الطالبة سبب اللجوء لأطفال الأنابيب ثالثاً أن يبين الطالب أو الطالبة صفة الطريقة الأولى لأطفال الأنابيب أن يبين الطالب أو الطالبة صفة الطريقة الثانية لأطفال الأنابيب أن يميز الطالب أو الطالبة بين الصور الجائزة لأطفال الأنابيب والمحرمة أن يحدد الطالب أو الطالبة أبرز ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن يلخص الطالب أو الطالبة درسا اليوم هذه بعض أهدافنا التي أسعى أنا وإياكم لتحقيقها بإذن الله تعالى من خلال درسي هذا اليوم في الدرس الماضي كان عنوانه بنوك الحليب وعرفنا أن هذه البنوك هي عبارة عن ماذا؟ أحسنتم عبارة عن أماكن يحفظ فيها الحليب حليب الأمهات وأن هذا الحليب يأتي إلى هذه البنوك بطريقتين الطريقة الأولى أحسنتم التبرع الطريقة الثانية بيع هذا الحليب وأن هذه الأماكن هي أماكن ثلاجات لها درجة حرارة معينة وطريقة معينة لحفظ هذه العينات أو هذا الحليب بحيث لا يفسد في هذه البنوك وعرفنا أن منشأ هذه الفكرة هي الدول الغربية وأنها نشأت قبل خمسين عام وأن هذه الفكرة بدأت في الإضمحلال لكثرة التكاليف المترتبة عليها وعرفنا أن الغرض منها هو ماذا؟ أحسنتم لكون هناك بعض الأطفال الخدج والأطفال الخدج في العام الواحد قرابة خمسة عشر مليون طفل خديج يولد وبالتالي قالوا لوجود هذه البنوك يعني رأوه حاجة لهؤلاء الأطفال ولكن مع الوقت تضح عدم جدوى مثل هذه البنوك وبدأت في الإضمحلال لما ترتب عليها ولما فيها من أمور فنية وعلمية بعض الملاحظات عليها التي أدت إلى إضمحلالها وللتكلفة العالية التي تحصل بسبب إنشاء هذه البنوك وعرفنا الحكم الفقهي وهو حرمة إنشاء مثل هذه البنوك لما يترتب عليها من اختلاط العنساب ولكون الرضاع له اعتبار في الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكون الرضاع لحمة كلحمة النسب وبالتالي فتم تحريمه وصدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي لا سيما أن هناك بديلة مناسبة وهو الرضاع الطبيعي من المرضعة كذلك أن هناك علاقات اجتماعية تقوم بهذا الأمر يعني هناك علاقات اجتماعية طيبة هناك من يبادر إلى خدمة مثل هؤلاء الأطفال دون مقابل أو بمقابل أيضا صدر أو قرر مجلس الفقه الإسلامي حرمة إنشاء هذه البنوك كما أنه قرر أنه لا يجوز استخدام هذا الحليب الذي لا يعرف مصدر حرمة الرضاء منها حرمة الرضاء من هذه البنوك وبعد أن انتهينا من مراجعة الدرس الماضي دعونا نبدأ في درس اليوم وهذا هو عنوانه أطفال الأنابيب وهذا هو رابط الدرس الرقمي الذي من خلاله يمكنكم الدخول إلى بوابة عين التعليمية والاستفادة من الخدمات والمعلومات والإثراءات والدروس المقدمة فيها الله عز وجل خلق الإنسان ومن عليه سبحانه وتعالى بكثير من النعم ومن هذه النعم نعمة الإنجاب نعمة الإنجاب قال الله عز وجل يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقما أحيانا قد يكون هناك عائق للحمل والإنجاب ولكن الإنجاب ممكن ليس هناك عقما تاما ولكن الإنجاب ممكن هناك عائق العائق أحيانا يكون من الزوج إما أن تكون مثلا الحيوانات المنوية ضعيفة أو غير ذلك أو أحيانا تكون من المرأة ولذلك جاءت فكرة أطفال الأنابيب جاءت فكرة أطفال الأنابيب وهي فكرة علاجية لإمكان التلقيح أو الإخصاب بين بويضة أو بين نطفة الرجل وبويضة المرأة إما أن يكون هذا الأمر في داخل الرحم أو خارج الرحم أو غير ذلك مما سنتعرف عليه في الصور أيضا قرار مجمع الفقه السامي سنتناوله بين هناك سبع صور لهذه المسألة هناك خمس صور محرمة وصورتان جائزة إذن أطفال الأنابيب هي وسيلة طبية لعلاج العقم وعدم الإنجاب وأسباب العقم عديدة ومنها عدم وصول الحيوان المنوي إلى البويضة ويكون الإشكال هنا إما بسبب الرجل أو بسبب المرأة إذن هذا هو المقصود الأساس من أطفال الأنابيب هناك مقاصد أخرى لأطفال الأنابيب غير هذه المقاصد سنتعرف عليها بإذن الله التعريف بأطفال الأنابيب عرفنا الآن أن هناك وسيلة علاجية هذه الوسيلة العلاجية تقوم بإيصال الحيوان المنوي إلى البويضة وإحداث التلقيح والإخصاب بينهما إذن هو التدخل الطبي في علاج إذن هو علاج في علاج العقم بإيصال الحيوان المنوي إلى البويضة ويسمى التلقيح الصناعي سواء كان التلقيح داخليا أو خارجيا سواء كان التلقيح داخليا أو خارجيا إذن هذا هو التدخل هذا هو التعريف بأطفال الأنابيب وبعض العلماء يفرق بين الداخلي والخارجي فسنتعرف الآن على هذه المسألة طريقة التلقيح الصناعي أطفال الأنابيب الطريقة الأولى أن يكون التلقيح داخليا داخليا في رحم المرأة بحيث يأخذ النطفة وتحقن في المرأة سواء كان هناك تدخل يعني أحيانا هذه النطفة من الرجل تكون بها تشوهات أو بها شوائب أحيانا تعالج ثم بعد ذلك تدخل إلى المرأة فإذا أمكن التلقيح في رحم المرأة يتم بهذه الطريقة إذن هذه الطريقة الأولى التلقيح الداخلي يقوم الطبيب بأخذ نطفة الرجل وإدخالها في رحم المرأة وهذه الطريقة لا تحتاج إلى معالجة ماء الرجل في المختبر فإذا لم تنجح أو غلب على ظن الطبيب أنها لن تنجح فيحتاج إلى معاملة ماء الرجل في المختبر لفصل الشوائب والحيوانات المنوية الضعيفة إذا وجد أو ظن أو غلب على ظن أن هذه الحيوانات تحتاج إلى معالجة فإنه يعالجها قبل حق المرأة أحيانا لا تتم هذه الطريقة أو تكون غير ممكنة فللجأ أو يلجأ الطبيب إلى الطريقة الثانية وهي التلقيح الخارجي الطريقة الثانية إذا لم تنجح الطريقة الأولى في حال عدم نجاح التلقيح الداخلي فإنه يتم أخذ عدد من البويضات من رحم المرأة وماء الرجل وتتم عملية التلقيح في طبق مخبري وفق شروط وظروف طبية لازمة ثم يتم إعادة ثلاث من البويضات الملقحة تقريبا لأن احتمال عدم ثبات الحمل وارد إذن يأخذ البويضة وتوضع في هذا الإناء تحت المجهر وفي درجة حرارة معينة وفي بيئة معينة ثم بعد ذلك يؤتى بالبويضة ويتم التلقيح وتتابع بواسطة هذا المجهر فإذا تم هذا التلقيح ونجح يعني يكون ظاهر أمام الأطباء وأمام المختصين يتم التلقيح تأخذ ثلاث بويضات لماذا؟ أو تحقن ثلاث بويضات لماذا؟ لأنه أحياناً البويضة أو قد يسقط شيء من الحمل أو ذلك ويكون هناك يعني بديل إذن ثلاث بويضات لماذا؟ لأن احتمال عدم ثبات الحمل وارد قد يعني لا يثبت الحمل ولذلك يعني يشاهد أحياناً أن الذين يحملون عن طريق أطفال الأنابيب أحياناً يأتي التوأم بكثرة لماذا؟ لأنهم يحقنون بأكثر من بويضة وبالتالي تكثر التوائم فيهم الحكم الشرعي أريد منكم الآن المتابعة جيداً لأن هناك سبع حالات والمطلوب منا الآن أن نفرق بين هذه الحالات السبع وأن نلخصها في نهاية الدرس تعالوا لكي نقرأ هذه الحالات التي ذكرها مجمع الفقه الإسلامي إذن هذه بمعنى نقول إنها سبع حالات إذن هناك سبعة أحكام لكل حالة منها حكم إما بالجواز أو عدم الجواز في مقدمة هذا الأمر هناك خمس حالات غير جائزة خمس حالات غير جائزة وهناك حالتان جائزة في نهاية الدرس سنستقرؤ هذه الحالات السبع حتى نصل إلى قاعدة من خلالها نستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي دون أن نحفظ هذه الحالات السبع نضع بعد الاستقراء نعرف ما العلة في هذه الحالات السبع ثم نصل إلى الحكم الشرعي عن طريق الاستقراء إذن يختلف حكم التلقيح باختلاف طرفيه باختلاف طرفيه ليس فقط باختلاف طرفيه بل باختلاف طرفيه وأيضا باختلاف الحاضن لهذه البويضة المكان الذي ستحفظ به أو ستنمو فيه فإما أن يكون خارجيا وإما أن يكون في المرأة الزوجة أو أن يكون في امرأة أخرى غير الزوجة هذا سيؤثر في الحكم الشرعي الخاص بأطفال الأنابي إذن صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عام 1405 بالتفصيل في الحالات ثم أصدر مجمع الفقه ثم أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة في عمان بالأردن عام 1407 قراره برقم 16 وهو يتوافق مع قرار المجمع السابق وتضمن ما يلي بعد استعراض المجمع للبحوث بعد استعراض المجمع البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والاستماع لشرح الخبراء والأطباء وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة سبعة طرق للتلقيح سننظر إلى هذه الطرق إما أن يختلف فيها النطفة إما أن تكون من الزوج أو من غير الزوج البويضة إما أن تكون من المرأة أو من غير المرأة هذه العملية إما أن تكون خارجية وإما أن تكون داخلية في المرأة المرأة الحاضنة لهذه البويضة الملقحة إما أن تكون الزوجة أو امرأة أجنبية أو زوجة أخرى للزوج كل هذه الحالات سنعرفها الآن إذن هذا هو القرار أولا الطرق الخمس الآتية محرمة شرعا الآن سيعرض خمس طرق كلها محرمة وممنوعة منعا باتا لذاتها لذاتها إذن هي محرمة وأيضا لما يترتب عليها لما تقول عليها إذن تحريم مقاصد وتحريم وسائل تحريم مقاصد وتحريم وسائل هي محرمة لذاتها لماذا؟ لأن المقصود الشريعة من الزواج هو عدم اختلاط الأنساب أن الزوج لا يعاشر إلا زوجته عدم اختلاط الأنساب فهذه الطرق قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب فهي محرمة وأيضا لما يترتب عليها من أمور أيضا تؤدي إلى حرمتها الطريقة الأولى أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج إذن هذا الزوج هنا العمر واضح وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته وهنا الإشكال هنا الإشكال لأن هذه البويضة ليست من زوجته من امرأة أجنبية ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته هنا لا إشكال أنها في زوجته لكن الإشكال أن البويضة ليست بويضة زوجته وبالتالي هذا أمر محرم ولا يجوز الأمر الثاني أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وهذا هو الإشكال إذن هو رجل أجنبي وبويضة الزوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة كونها تزرع في رحم الزوجة هذا لا إشكال فيه الإشكال هنا أنها النطفة من رجل غير الزوج وهذا أمر محرم ولا يجوز الحالة الثالثة أن يجري تلقيح خارجي ليس هناك إشكال في كونه خارجي لكن بين ماء زوجين هنا لا إشكال الماء النطفة من الرجل والبويضة من المرأة ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها هنا الحاضن لهذه البويضة الملقحة يمرأ أجنبية وهذا أيضا أمر لا يجوز وهو أمر محرم إذن عرفنا موضع الإشكال في كونه الحاضن لهذه البويضة إن صح التعبير الملقحة هي امرأة أجنبية وهذا لا يجوز الصورة الرابعة أن يجري تلقيح خارجي هذا لا إشكال فيه بين نطفة رجل أجنبي هنا إشكال وبويضة امرأة أجنبية إشكال آخر وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة إشكال ثالث لأنه زرع فيها بويضة ملقحة ليست من زوجها وليست البويضة منها هنا يعني كل الإشكالات موجودة في هذه الصورة كون النطفة ليست من الزوج البويضة ليست منها ثم زرع فيها ماء رجل وبويضة امرأة ليست منها وهذا إشكال آخر إذن كل هذه الصورة تلاحظون أنها محرمة الصورة الخامسة أن يجري تلقيح خارجي بينما زوجين ثم تزرع في رحم الزوجة الأخرى هذا الرجل عنده زوجتان عنده زوجتان وأخذت نطفته وبويضة امرأته التي لا تحمل ثم زرعت في الزوجة الأخرى وهذا أيضا لا يجوز وهذا أيضا لا يجوز إذن هذه الصور الخامس كلها محرمة الآن الصورة السادسة والسابعة هي مباحة ودائما شريعتنا لا تحجر على الناس وإذا أغلق باب فهناك أبواب أخرى مفتوحة والشريعة فيها يسر وسهولة فلا يلجأ إلى الطرق المحرمة التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب وإنما يلجأ إلى الطرق المباحة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة الطريقتان السادسة والسابعة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة يعني من الاحتياطات اللازمة أن يكون من يحفظ هذه مثلا النطفة والبويضة يكون على أمانة وأن يتأكد ونلاحظ مستشفياتنا الآن كيف هي الدقة والتقييد الأسماء على العينات وعلى الأنبوبات وعلى كل شيء حتى لا يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب هذه الصورتان تفعل عند الحاجة أن تأخذ نطفة من زوج إذن لا إشكال هذا زوج وبويضة من زوجتي لا إشكال ويتم التنقيح قارجيا هنا لا إشكال ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة وهنا لا إشكال إذن ليس هناك شيء محرم لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب ولا إلى حمل امرأة بغير نطفة زوجها أو غير ذلك كل هذه الأمور منتفية وبالتالي يجوز مثل هذا الأمر الأمر الآخر أن تأخذ نطفة الزوج هذا لا إشكال فيه وتحقن في الموضع المناسب من مبلي زوجته وهذا أيضا لا إشكال فيه أو رحمها تلقيحا داخليا وهذا أيضا لا إشكال فيه فهذه هي الصور جائزة وليست محرمة جعلت لكم تلخيصا لهذه الصور الحالة مصدر النطفة الزوج مصدر البويضة امرأة أجنبية الحاضن رحم الزوجة وهذه الصورة محرمة بإمكانكم أن تفعلوا مثل هذا الجدول حتى يسهل عليكم معرفة الطرق الحالة الثانية مصدر النطفة رجل أجنبي مصدر البويضة الزوجة الحاضن رحم الزوجة الحكم محرمة لأن الرجل أجنبي هنا الحالة الثالثة مصدر النطفة الزوج ومصدر البويضة الزوجة والحاضن امرأة أجنبية وهذه محرمة لهذا الإشكال وهكذا إذن نلاحظ الآن أريد أن أصل إلى قاعدة أحكم بها على التلقيح لاحظنا أنه إذا كان مصدر النطفة غير الزوج هنا أمر محرم إذا كان مصدر البويضة غير الزوجة فهذا أمر محرم إذا كان الحاضن آدمية غير الزوجة فهنا أمر محرم أما إذا كان الحاضن مثلا شيء خارجي إناء خارجي أو غير ذلك أو كانت الزوجة وكانت النطفة من الزوج والبويضة من المرأة فلا إشكال في ذلك إذن نستطيع أن نستنتج قاعدة بعد استقراء الحالات وهي أن كل تلقيح كانت فيه النطفة أو البويضة من غير الزوجين أو كان الحاضن آدمية غير الزوجة فهو محرم هذا استنبطناه من خلال الصور السبع التي ذكرها قرار مجمع الفقه الإسلامي إذن هذا النشاط تبين لك أن لجوء الزوجين لأطفال العنافير سببه عدم إمكانية الإنجاب الطبيعي مع شدة رغبة في الأبناء وهذا موافق للفطرة التي جعلها الله في الإنسان من محبة الولد تحدث فيما لا يزيد عن خمسة أسطر عن نعمة الأولاد وحكمة الله جل وعلا في ابتلاء بعض العباد بعدم الإنجاب مستشدا بآيات من كتاب الله جل وعلا حول هذا المعنى هذا كما تشاهدون متروك للطالب والطالبين لكي يعبروا بأسلوبهما إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم شكرا لإصغائكم ومتابعتكم ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد وقادم وأنتم ونحن في صحة وعافية وفي خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته